بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه رحم العبادة بأنواع الرحمات وتفضل عليهم بإنزال أنواع الخيرات نحمده جل وعلا غافل الذنوب والسيئات والمبارك في الخيرات والحسنات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا اليوم المبارك الرابع من شهر ذي الحجة نتقرب إلى الله عز وجل بِتَدَارُسِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهُ يقول الله تعالى فيها وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إن الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم وقد جعل نبيه رحمةً للخلق أجمعين فقوله وَمَا أَرْسَلْنَاكَ خِطَابٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَإِنَّ الْعَالَمَينَ جَمْعُ عَالَمَ وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهُ فَإِنَّهُ عَالَمٍ مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فهذا ليس خاصًا بالإنس والجن وحدهم بل هو شامل لجميع المخلوقات سواء كانت من الحيوانات أو من الأشجار أو من بني آدم أو من الجان أو من غيرهم فالشريعة قد جعلها الله رحمة والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعله رحمة والله جل وعلا هو الرحمن الرحيم ابتدى كتابه بتذكير العباد بهذين الاسمين العظيمين كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فالرحمة صفة من صفات الله جل وعلا ومن رحمته سبحانه بالعباد أن أنزل عليهم أنواع الخيرات ووالى عليهم صنوف النعم ودفع عنهم أنواع النقم ومن رحمة الله عز وجل بالعباد الرحمة الكبيرة العظيمة التي وسعت كل شيء أن أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله على أعلى الفضائل وأكمل الأخلاق صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا انظر لقول الله تعالى فبما رحمة من الله لينت لهم فجعله الله لين الجانب سهلا كريم الخلق حسن التعامل مع الناس كلهم يقابل الإساءة بالإحسان ويدفع بالتي هي أحسن إذا نظر الإنسان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وجد العجب العجاب مما يتعلق بأمور الرحمة وسأضرب لكم أمثلة من رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس فمن ذلك أنه كان يرحم حتى المخالف له وحتى من جاه يريد السوا به فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة مع أنهم فعلوا به أنواع الأذى وأذاقوه صنوف العذاب وقتلوا من قتلوا من أصحابه أذوه في نفسه وفي أهله وفي ماله ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالخير والإحسان ألم يكن من شانهم أنهموا بقتله صلى الله عليه وسلم حتى جمعوا مئة فارس من قبائل العرب مئة شاب من قبائل العرب من أجل قتله صلى الله عليه وسلم وأحاطوا ببيته فأنجاه الله عز وجل ولما عاد إليهم منتصرا فاتحا في يوم فتح مكة عفى عنهم وتجاوز عن أفعالهم السيية وتخطيطاتهم ومؤامراتهم السابقة جاء في الحديث أن عمير بن وهب جلس عند الكعبة وجاءه صفوان بن أمية فسأله ما لديك يا عمير فقال عمير والله لأولاديون في راقبتي وأولاد يحتاجون إلي لذهبت إلى محمد فقتلته فإن لي عنده سببا يريد بذلك أن قريبا من قرابته عند النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا بعد غزوة بدر فاغتنم هذه الفرصة الصفوان فقال له عيالك مع عيالي ودينك علي يعني فذهب فقتل محمد فذهب عمير بن وهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيف قد شحذه بالسم يريد بذلك أن يفعل وأن ينفذ ما اتفق عليه مع صفوان فلما جاء منعه عمر من الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أدخل عليه فمنعه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال يا عمر أتركه فجاء فقال يا عمير ما لك ما عندك قال أتيت في فدايا سيري قال ما هذا السيف الذي في رقبتك وقال وهل أغنت السيوف عنا شيئا يوم بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تجلس مع صفوان عند الكعبة فتقول له كذا ويقول لك كذا فقال والله ما علم بذلك إلا أنا وهو فأسلم عمير بن وهب فلم يعامله النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء والشر وإنما عامله باللين والرحمة فكان ذلك من أسباب هداية الله عز وجل له وانظر في الحادثة الأخرى التي يراد فيها قتل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من غزوة غزوها فيأتون إلى واد من الوديان فيه أشجار فيتفرقون في الأشجار ويقيل النبي صلى الله عليه وسلم وينام تحت الشجرة من هذه الأشجار قد علق سيفه عليها فيأتي رجل عرابي فيأخذ السيف ويقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد من يمنعك مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله فشام السيف من يده يعني سقط فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف فقال والآن من يمنعك مني فقال الرجل يا محمد كن خير آخذ يا محمد كن خير آخذ فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واستدعى أصحابه وأخبرهم عن الرجل قال فأتينا إليه فوجدنا الرجل عنده فلم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأذى فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق وانظر إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم حينما جاء حينما جاء إليه من أنواع الأذى من قريش ما جاء فأصابت قريش سنوات قحط وجدب شديد وهم أعداؤه وهم المقاتلون له فجاوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد نسألك بالله والرحم أن تدعو الله عز وجل لنا من أجل أن يبعد ما نحن فيه يعني من القحط فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليهم الأمطار وانظر إلى قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه كان رجلا مشركا وكان أميرا في اليمامة وكان له صولات وجولات وكان قد أخذ بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم فذهب إلى مكة معتمرا على شاني أهل الجاهلية في عمرتهم فقابله بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوه أسيرا وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربطوه في المسجد فربطوه في المسجد فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ثمامة ما تظن أني فاعل بك فقال ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم أي إذا قتلتني فإنني قد قتلت بعض أصحابك سابقا فيكون قتلك لي من باب العادلي وإن تنعم أي تتركني وتمن علي تنعم على شاكر فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وبعد اليوم الثالث تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بإطلاقه والعفو عنه فما كان منه إلا أن يغتسل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاهراً إسلاماً معلناً الشهادتين العظيمتين شهادة التوحيد وشهادة الرسالة وأنظر إلى حوادث كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على رحمته فهذه رحمته بأعداءه فكيف رحمته بأصحابه رضوان الله عليهم كان يتفقدهم ويعرض حوائجهم ويدعو الله عز وجل لهم وكان على أعلى درجات الأخلاق في ذلك والرحمة انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان كانت الجارية الصغيرة تأتي إليه صلى الله عليه وسلم فتأخذ بيده في شيء من حوائجها فتدور به في سكك المدينة ويدور معها صلى الله عليه وسلم وانظر إلى حديث عمير أخي أنس بن مالك رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يمر به فيقول يا أبا عمير ما فعل أنغير وأنغير طائر صغير كان له يلعب به وانظر إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته مع أولئك المسيئين المخطئين الذين تجاوزوا عليه وتجاوزوا في حقه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع بعض أصحابه فجاءه رجل أعرابي فأمسك بثيابه وجر ببردته وعليها حاشية غليظة فسحبها حتى أثرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد مر لي بمال فهم به بعض أصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ثم أمر له بمال فما أعظم رحمته صلى الله عليه وسلم وانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل الذي بال في طرف المسجد وهم أصحابه به فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه ثم لما فرغ أمر بأن يلقى على بوله سجل من سجل وأمر أن يلقى على بوله سجلًا مما من أجل أن ينظفه ثم استدعى الرجل فقال إن هذه المساجد بنيت لذكر الله وليقام الصلاة وبين له أنه لا يصلح فيها شيء من القذر فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وأما رحمته صلى الله عليه وسلم بأهل بيته وبمن يخدمه فحدث عنها ولا حرج كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله انظر إلى حديثي أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته وما قال لشيء لما فعله لما لم تفعله ومن رحمته صلى الله عليه وسلم بأهل المعاصي والذنوب وبمن جاء إليه ما ورد في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله إني أصبت قبلة من امرأة وإن قد جئت تائبا فأنزل الله عز وجل قوله إن الحسنات يذهبنا السيئات فرحمه صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل يستأذنه في الزيناء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لأحد من أهلك والرجل يقول في كل ذلك لا فقال صلى الله عليه وسلم كذلك الناس لا يرضونه على قراباتهم ومن رحمته صلى الله عليه وسلم التزامه بالأخلاق الفاضلة التي وصفه الله بها في قوله وإنك لعلى خلق عظيم ومن رحمته صلى الله عليه وسلم جوده وكرمه الذي بلغ الغاية العظمى جاء في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقول لسائل إنساء له لا وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر حتى أنه كان يعطي بالمئة ناقة وكان يعطي الوادي الممتلئ بالشياة حتى كان الرجل ينصرف من عنده ويقول أتيتكم من أكرم الناس أتيتكم من من لا يخشى الفقر وكان من رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس أن كان يرفق بهم حتى بأعدائه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير ومعه عائشة رضي الله عنها فقابله نفر من اليهود فقالوا أسام عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم فقالت عائشة بل السام عليكم واللعنة والموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة مهلا يا عائشة فقالت ألم تسمع ما قالوا لقد قالوا أسام عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعي ما قلت قلت وعليكم فيستجاب لنا ولا يُستجاب لهم ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نُزِع الرفق من شيء إلا شانه وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بهذه الأخلاق أخلاق الرحمة ويرغب أصحابه وأمته في أن يلتزموها في كل حياتهم وكان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بأن يُحسنوا التعامل وأن يُطيبوا القول امتثالاً لقول الله تعالى وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ومن الرحمة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه كان يرفق بالأطفال ويأمر الصحابة بالرفق بهم جاء في الحديث أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يُقَبِّل صبياً من صبيانه فقال الرجل أتُقَبِّل الصبي؟ إن لدي عشرة من الولد ما قبلت أحداً منهم فقال صلى الله عليه وسلم وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه كان يرحم المرأة التي تُصلي معه عندما يسمع صوت صبيها فإنه كان يتعجل في صلاته ويؤديها بعجلة من أجل أن لا يُحزن وأن لا يُشقِل قلب هذه الأم على صبيها وصغيرها ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى إلى إصلاح أحوال الناس وجمع كلمتهم ورفع ما يكون بينهم من النزاع والشقاق ومن هنا دعا صلى الله عليه وسلم إلى أن يكون من شان أهل الإيمان أن يرحم بعضهم بعضاً وأن يعفو بعضهم بعضاً فجعل العفو من صفات أهل الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً ويقول رب العزة والجلال مثنياً على أهل العفو أعدت للمتقين يعني الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أيها المؤمنون إن الله جل وعلا قد جعل الرحمة صفة لأهل الإيمان هذه الرحمة التي يصدر عنها العفو ويصدر عنها الإحسان والتي يصدر عنها الكرم والبذل والعطاء هذه الرحمة التي من كان من أهلها رحمه الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويقول صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن ومن هنا على المؤمن أن يتقرب إلى الله برحمة الخلق أجمعين إنسهم وجنهم حيوانهم وجمادهم مؤمنهم وكافرهم يتقرب بذلك لله إرحموا من في الأرض جميع من في الأرض يرغب أن يرحم وأن يتقرب إلى الله برحمته ومن رحمة الخلق أن تسعى في هدايتهم وأن تحسن التعامل معهم وأن تقابلهم بالأخلاق الفاضلة فإن المؤمن يألف ويألف ويؤلف والمؤمن يرحم الناس ويبذل لهم لقد كانت التوجيهات النبوية لأهل الإيمان بأن يلتزموا بالأخلاق العالية أخلاق الرحمة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبذلك تنتظم أحوال الأمة وتستقيم أمورها ويجتمع على كلمة سواء ويكون بذلك من المتآلفين المتحابين إن الرحمة التي دعى الله إليها ورغب فيها ورغب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لها مقومات توصل إليها فمن ذلك أن يكون المرء محبًا لوصول الخير للناس كلهم فيحب للكافر أن يؤمن ويحب للمؤمن أن يزداد إيمانا ويحب لأهل الصلاح أن تكثر طاعاتهم وأن يزداد الخير والإحساء وأن يزداد لخير والفضل لهم ومن المقومات التي تجعل الإنسان يرحم العباد أنه يتطلع إلى رحمة الله سبحانه وتعالى والله يرحم الراحمين ومن المقومات التي تجعل الإنسان يرحم الآخرين أن يعلم أن الله عز وجل يجازي على الإحسان بالإحسان ويعطي على الخير أعظم منه فمن أعطى الناس من خلقه وفضله وإحسانه أعطاه الله جل وعلا ويسر الله أمره ألم تسمع لقول الله عز وجل إن سعيكم لشتاء فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أعطى ماذا؟ أعطى من ماله وأعطى من خلقه وأعطى من وقته وأعطى من جميع شأنه أعطى لله في الدعوة إليه وترغيب الخلق في عبادته من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أي بوعد الله فسنيسره لليسرى يسر الله أموره ويجعل الله أحواله على أكمل الأحوال وأتمها دنياً وآخرة إن من الأمور التي تجعل الإنسان يلازم جانب الرحمة أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه وهل جزاء الإحسان؟ إلا الإحسان ومن رحم العباد رحمه رب العباد إن المؤمن يسعى لزرع المحبة في قلبه تجاه إخوانه المؤمنين كيف لا؟ والمحبة في الله من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى رب العزة والجلال يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّا وَوَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّا وَوَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّا وَوَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّا إن المؤمن عندما يستشعر أن الرحمة تكون للخلق كلهم يرحم كل شيء حتى الحيوان يتقرب إلى الله برحمته حتى مركوبك من سيارة أو سيكل أو غيره تتقرب إلى الله برحمته وتفقد حوائجه وتقوم بإصلاحه كل ما احتاج إلى إصلاح جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بغياً من بغايا بني إسرائيل وجدت كلباً يلهث من العطش فسقته فغفر الله عز وجل لها وفي الحديث الآخر أن رجلاً بلغ به الضماء ما بلغ فنزل في البئر فشرب منه فلما صعد وجد كلباً يلهث قد أخذه العطش فنزل البئر مرة أخرى ونزول البئر فيه من الشدة والكلفة ما الله به عليم فأخذ ماءً في خفه فسق الكلباً فشكر الله له فأدخله الله عز وجل الجنة فقال رجل يا رسول الله أفي البهائم آجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد راطبة آجر وانظر لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بناقة فإذا لها صوت تئن معه فقرب منه صلى الله عليه وسلم ثم سأل عن صاحب البعير فقال رجل أنا فقال إنه يشتكي إلي أنك تجيعه وتدئبه أي تكثر العمل عليه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق والحيوان والعناية به انظر لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رحم هرًا كانت عنده فأسقها من ماء وضوءه وانظر إلى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر بالإحسان للبهائم حتى في وقت ذبحها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد كتب الإحسان في كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة حتى ذلك الجاني الذي جنى وتعدى وخالف أمر الله أمر الله عز وجل عند تطبيق الحدود عليه بأن يرحم ويحسن إليه بتنفيذ حد الله عز وجل فيه على خير الوجوه وألطفها وأحسنها إن المؤمنين ينبغي أن يكون شعارهم فيما بينهم التراحم ليكونوا بذلك من الأمة المرحومة عندما يتقرب الناس إلى الله جل وعلا برحمة بعضهم لبعضهم الآخر تصلح أحوال الأمة وتستقيم أمورها وتتآلف قلوبهم وتجتمع كلمتهم ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويقولوا جل وعلا واصفا حال أهل الإيمان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعدام فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون إن من الرحمة أن تدعو الناس إلى الله ليحبوا الله ويحبهم الله فإن من شان أهل الإيمان أن يسعوا في طاعته راغبين في فضله محبين له خائفين منه راجين لثوابه فإن الدعوة إلى الله وترغيب الناس في عبودية الله من الرحمة بهم ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله بدعوة الخلق إليه إن المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل برحمة الناس بعدم أذيتهم بأي نوع من الأذى سواء كان ذلك الأذى أذى بدنيا على الأبدان أو أذى مالية في الأموال أو أذى قولية على الألسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في المجمع العظيم يوم اجتمع الناس في عرفة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وانظر لقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً إن المؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بأداء الحقوق لأصحابها ورحمة صاحب الحق فإن لصاحب الحق مقالاً ومن مقالته أن يطالب بحقه فيرحم بإعطائه لحقه إن الرحمة التي أمر بها الله جل وعلا يعظم أجرها ويكثر ثوابها إذا كانت للقرابة فإن للقرابة من الحق ما ليس لغيرهم سواء كانت قرابة النسب أو قرابة المصاهرة أو قرابة السكن والمجاورة فإن لهؤلاء من الحقوق ومن الرحمة ما ليس لغيرهم ولذا أمر الله بصلة الأرحام وجعل ذلك مما يقرب إليه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال الله جل وعلا أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك ولهذا نعلم معنى ما ورد في الحديث أن الله عز وجل قال للرحم قد خلقتك وشققت لك اسما من اسمي فالرحم مأخوذ من الرحمة لأن القرابة يرحم بعضهم بعضهم الآخر ومن هنا تقرب إلى الله برحمة قرابتك ومن الرحمة بهم أن تتفقد حوائجهم وأن تدفعهم إلى الأعمال الصالحة وأن تجعلهم ينجحون في حياتهم ويتمكنون من أنواع ما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة والصدقة على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن الرحمة أن ترحم ذريتك بأن تحسن إليهم في التربية وأن تقوم عليهم فيما يحتاجون إليه من أنواع الحوائج والنفقات تتقرب بذلك لله جل وعلا ومن هذا أن ترحم ذريتك بأن توجههم التوجيه الطيب الحسن بالكلام اللائقي وأن تشجعهم على ما يعود عليهم بالنفع دنيا وآخرة تريد بذلك ما عند الله عز وجل وإن من الرحمة أن يرحم الزوج زوجته وأن ترحم الزوجة زوجها يتقربون بذلك لله جل وعلا قال الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن الرحمة التي يحسن بالناس أن يلتزموها الرحمة التي تكون بين الزملاء فالزملاء في الدراسة أو في الوظيفة والعمل يرحم بعضهم بعضا ويسدد بعضهم أخاه فيما يحتاج إليه رحمة منه بأخيه ورغبة في رحمة الله عز وجل به إن من أنواع الرحمة التي يحسن بالناس أن يولوها عناية خاصة الرحمة بأصدقاء القرابة وخصوصا أصدقاء الوالدين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ودي أبيه أيها الإخوة الكرام بين أيدينا مواسم في العام ينبغي بنا أن نجعلها مواسم رحمة فشهر رمضان شهر الكرم والجود شهر العبادة والخير ينبغي أن نجعله موسما من مواسم الرحمة بأن نتقرب إلى الله جل وعلا بأن يرحم بعضنا بعضا فيه سواء بالكرم والجود بإطعام الطعام بتفقد الحوائج بسداد الديون وقضائها نتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى وإن من المواسم عشر ذي الحجة التي أنتم فيها هذه الأيام المباركة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر يعني عشر ذي الحجة ومن أنواع العمل الصالح الذي يعظم أجره ويكثر ثوابه في هذه الأيام أن ترحم عباد الله وأن تؤمل في فضل الله برحمة عباده وإن من مواسم الخير التي يعظم أجر الرحمة فيها موسم حج بيت الله الحرام فهو موسم ينبغي بنا أن نتخلق فيه بخلق الرحمة والسكينة فنرحم عباد الله نرحم ذلك الضعيف المسكين الذي يحتاج إلى لقمة يأكلها ونرحم ذلك الكبير العاجز فنساعده في قضاء حوائجه في سيره وذهابه وإيابه نتقرب بذلك إلى الرحمن الرحيم ليرحمنا إن رحمة الله سبب لخيري الدنيا والآخرة وخصوصاً في هذا الموسم المبارك انتبه لا تؤذي عباد الله بل ارحمهم ومن أراد بالعباد سوءاً وشر فارحمه بأن تكفه عما يريد من السوء والشر إذا وجدت من يريد شراً بالعباد إما أن يدفع هذا وإما أن يرفع صوته على العباد وإما أن يفعل شيئاً من الأمور المخالفة لحفظ الأمن في هذه البلاد فتقرب إلى الله بحجزه عن مثل هذه الأفعال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً قالوا يا رسول الله هذا نصره وهو مظلوم فكيف ننصره وهو ظالم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بحجزه عن الظلم يعني منعه من الظلم فهذا من رحمته ومن نصره أيها المؤمنون إن هذه البلاد بلاد خير وقد جعل الله عز وجل فيها أنواع الخيرات فهي موطن لرحمة رب العزة والجلال لأنها موطن لعبودية الله جل وعلا فإن في هذه المواطن يحج بيت الله الحرام ويعتمر لهذا البيت ومن ثم فنتقرب إلى الله عز وجل بنشر الرحمة في هذه البلاد فنريد أن تنتشر الرحمة بين عباد الله عز وجل ارحم عباد الله تقرب إلى الله بذلك إن من أنواع الرحمة بعباد الله أن تدعو لهم بأنواع الخيرات فمتى دعوت لإخوانك بالخير والفضل فإن هذا من أسباب رحمة الله بك فإنك قد رحمت عباد الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول له آمين ولكا بمثل فتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لإخوانك ولا تحكرن دعوة يكون لها أثر عظيم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا أولئك الذين نزل بهم من أنواع المصائب ما نزل فتقرب إلى الله بالدعوة لهم بأن يؤمن الله بلدانهم وأن يؤلف قلوبهم وأن يجمع كلمتهم وأن يجعلهم سائرين على شرعه هذه البلدان التي أصيبت بما أصيبت به من المصائب والحروب والاقتتال والتنافر تقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء لهم أن يرفع ما حل بهم من ذلك أدعو الله لهم بالاستقرار والأمن في بلدانهم فهذا من رحمتك بهم وإن من الرحمة بالمؤمنين أن يدعو الناس لأهل الإيمان بأن يزيد الله عز وجل في أرزاقهم وأن يجعلهم يكتسبونها من حلال وينفقونها في أنواع الطاعات إن من رحمة المؤمن بعباد الله في مشارك الأرض ومغاربها أن يشركهم في دعواته في المواطن الفاضلة في أماكن إجابة الدعاء ومن ذلك في يوم عرفة ومن ذلك في صبح ليلة مزدلفة ومن ذلك عند الجمرات ومن ذلك عند طواف الإنسان وسعيه يتقرب بذلك لله جل وعلا رحمة منه بأخوانه المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها وهكذا أيضا أدعو لقرابتك رحمة منك بهم في هذه المواطن الفاضلة إن ممن لهم إن ممن لهم الفضل والمكانة والأثر الطيب في الأمة علماء الأمة الذين يعيدوا الله عز وجل العبادة بهم إلى شرعه ودينه ويكونون من أسباب التزام الناس بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بالدعوة لهم أن يجعلهم الله مبلغين لشرعه قائمين بدينه لا يخافون في ذلك لو متى لائم وهكذا ممن يحسن بك أن تدعو لهم رحمة بهم ورحمة لمن تحت أيديهم من تولى شيئا من أمور الناس سواء كان صاحب ولاية صاحب الإمامة العظمى في بلده أو من كان دونه من المسؤولين والموظفين تقرب إلى الله برحمتهم فإن الله قد ألقى على عواتيقهم مسؤولية كبيرة فتقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء لهم أن يبرئ ذمتهم وأن يمكنهم من طاعة الله عز وجل فيما تولوه من هذه الأعمال وأن يمكنهم من استجلاب أنواع المصالح والخيرات للعباد إن من رحمة الله جل وعلا التي يحسن بأهل هذا النسك أن يتقرب إلى الله عز وجل بها أن يدعو الحاج لإخوانه الحجيج بأن يتقبل منهم الحج لا يكن همك مقصورا على نفسك في قبول حجك وإنما ادعو الله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يسر أمورهم وأن يعيدهم إلى بلدانهم قد غفرت ذنوبهم وارتفعت درجاتهم وعلت منازلهم عند ربهم جل وعلا فإن هذا من الرحمة التي هي من صفات أهل الإيمان وإن من الرحمة التي يحسن بالعباد أن يتراحموا بها أن لا يعتدوا على شيء من المرافق العامة التي ينتفع الناس بها فهذه المرافق سواء كانت برادة أو كانت شجرة أو كانت طريقا عاما أو نحو ذلك هذه من رحمتك بالناس أن تجعل الناس ينتفعون بها ويستفيدون منها فذلك الذي سد الطريق على المسلمين لم يرحم عباد الله ولم يراعي حق إخوانه عليه وذلك الذي ألقى القاذورات في الطرقات أو في المواطن العامة لم يرحم عباد الله وذلك لأنه لو رحمهم أزال الأذى والقذر عنهم كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا وجد غصنا بالطريق يؤذي المسلمين فأزاله عن طريقهم فغفر الله عز وجل له فيزالتك للأذى عن المسلمين من الرحمة بهم التي تؤجر عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل لا تستقلن عملاً ولو كان يسيراً فإن الله عز وجل يأجر الأجر الكثير على العمل القليل انظر لرحمة يسيرة بالعباد كيف أورثت أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشك تمرة شك التمرة نصفها رحم عباد الله بشك تمرة فتصدق بها عليهم فكان هذا من أسباب وقايته من نار جهنم فلا تستقلن شيئاً من رحمة العباد فقد تكون من أسباب مغفرة الله لك إذا وجدت شيئاً تستطيع أن تنفع به أخاك فتقرب إلى الله وارحمه ولو بإعطائه الشيء اليسير حتى بشربة الماء تقرب إلى الله جل وعلا برحمة إخوانك بذلك فما أعظم أجر من رحم عباد الله وقدم إليهم الإحسان فيحسن الله عز وجل إليهم إن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا برحمة الأشجار والأحجار فلا يجعلها محلاً للإيذاء بها أو إيذائها فيتقرب العبد إلى الله عز وجل بمثل ذلك وهكذا يتقرب إلى الله حتى برحمة الطيور التي تطير في السماء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرساً فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير إلا كان ذلك مغفرةً لذنوبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن ثم لا تستهينن بشيء من رحمة خلق الله فإن هذا من الأجور التي يعطاها من أقدم عليها ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المضلة أو المثمرة ألم ينهى صلى الله عليه وسلم عن قطع جذع الشجرة الأخضر ألم ينهى صلى الله عليه وسلم عن فعل شيء من الأذى مما لا ينتفع به رحم صلى الله عليه وسلم الطير فلعن من اتخذه غرضاً في مسابقة الرمي وما ذاك إلا من باب الرحمة بهذا الحيوان إن رحمة الله تستجلم برحمة عباد الله كما ورد ذلك في الخبر فتقربوا إلى الله أيها المؤمنون بأن ترحموا كل من تستطيعون إن من أنواع الرحمة أن يرحم الإنسان نفسه ومن ذلك أن يلتزم بشرع رب العزة والجلال فإن من التزم بشرع الله أحبه الله وأعلى درجته في الجنة وأورثه الخيرات في الدنيا كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب وكما قال تعالى من عمل صالحاً من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومن رحمتي النفس ألا يكلف الإنسان نفسه بعمل يعود عليه بالضرر فقد أراد الله بكم اليسرى يا أيها العباد فلا تشقوا على أنفسكم قال جل وعلا فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى وكما قال جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج وكما قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً ومن ثم فلا تشدد على نفسك فيما تعجز عنه النفس أو فيما يعسر عليها فإن النفس قد تقدم على شيء من هذه المشاق تظن أن طاعة الله ورحمته فيها بينما رحمة الله في ضد ذلك ألم تسمع إلى قول الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ما معنى لعنتم أي للاحقتكم المشقة بسبب سيركم على ما ترغبه نفوسكم بترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا ومن هنا فعلى المؤمن أن لا يشق على نفسه وأن لا يلحقها في أنواع الضرر والمشقة قد يكون العبد راغباً في فعل طاعة من الطاعات ويظن أن فيها أجرى فيترتب على ذلك أن يضيع طاعات أكثر وأعمالاً صالحة أفضل ومن هنا لا تشق على نفسك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى المراد بالمنبت من سار سيراً سريعاً شديداً فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستهلك دابته عما قريب وبالتالي لا يكون ممن قطع أرضاً كثيرة في سفره ولا يكون ممن أبقى ظهره الذي يركب عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حبلاً في المسجد سأل عنه فقالوا هذه فلانة إذا عجزت أو نعست تمسكت بحبلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فلعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه ومن هنا لا تشددن على نفسك وافعل من الطاعات ما يكون مقوياً لها ومن أمثلة هذا بعض الناس يقول أريد أن أحج ماشياً رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منك وأحب إلى الله منك ومع ذلك لم يحج ماشياً حج راكباً فحافظ على بدنك يقول بعض الناس أريد أن أكثر من العمرة ما دمت في هذه المواطن الفاضلة فنقول تقرب إلى الله برحمة نفسك فلا تشق بها مما يجعلك قد تعجز عن أداء النسك الأعظم الحج الأكبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لما قدموا لم يكن من شأنهم استكرار العمرة بعد العمرة وكانوا يشتغلون بأعمال أخرى تحفظ أبدانهم صلاتك في هذه المواطن أعظم أجرا فإن الصلاة في الحل من أفضل الأعمال وصلاة الحرم بمئة ألف صلاة فيما عداه ومن هنا فرحم نفسك بذلك إن من رحمة الإنسان بربه إن من رحمة الإنسان بنفسه أن يكثر الصلة بربه والصلة بالله عز وجل لها أنواع منها أن تكثر من الصلاة فهي صلة بين العبد وربه خصوصا الفرائض ومن ذلك أن تكثر من الدعاء لله جل وعلا ومن ذلك أن تكثر من ذكره سبحانه فمن ذكر الله ذكره الله فاذكرني أذكركم وقال عز وجل في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن أصلة بالله أن تخاف من الله جل وعلا كيف وعندك من الذنوب والمعاصي وعندك من الغفلة ما الله به عليم ومن رحمتك بنفسك أن يكون رجاء أن يكون رجاءك لله وحده فإن الله هو الرزاق ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له فعلق قلبك بالله تكون قد رحمت نفسك بعدم تعليق قلبك بأحد من الخلق ومن رجى الله وطلب الغنى منه أغناه الله وكفاه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروحوا بطانا ومن رحمة الإنساني بنفسه أيضا أن يحرص على إعطائها ما تحتاج إليه من أمور تحتاج إليها البدن في المأكل وفي النوم وفي اللباس وفي الحركة والنشاط فإن هذا من رحمتك بنفسك والله جل وعلا قد أمر العبد المؤمن بطاعته وهذه الأمور من الوسائل التي تجعله يقوم بطاعة رب العزة والجلال أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الرحماء فيما بيننا فإن من صفة أهل الإيمان أنهم رحماء فيما بينهم قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه رحماء بينهم الآية أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردًا حميدًا اللهم ارزقهم التوبة النصوح اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها اللهم كن معهم مؤيدًا ناصرًا بفضلك ورحمتك وإحسانك يا قوي يا عزيز اللهم أصلح أمة المسلمين وولاتهم اللهم اجعلهم أسباب خير ورحمة للعباد اللهم وفِّق علماء الشريعة لبيان أحكام دينه وتوضيح الرحمة التي أرسلت بها نبيك اللهم يا حي يا قيوم أمن الحجيج اللهم احفظهم بعنايتك اللهم تقبل منهم اللهم أوصلهم إلى بلدانهم سالمين غانمين اللهم يا حي يا قيوم وفِّقهم للعبادات الصالحة ووفِّقهم للدعوات الجميلة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم نسألك أن تصلح ذرارينا اللهم اجعلهم أخيارًا صالحين اللهم يا حي يا قيوم كن مع قراباتنا اللهم ارزقهم الرزق الحسن اللهم وفِّقهم في كل أمورهم اللهم اجعل المحبة تنتشر فيما بينهم برحمتك يا ذا الجلال ولي كرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق لدى الهلق لا نريد